بتحل علينا النهاردة ذكرى رحيل الفنان القدير خالد صالح اللي اتولد في 23 يناير سنة 64 ورحل عن علامنا زي النهاردة سنة 2014 عن عمر ناهز 50 سنة عشان كده هنستعرض معاك وجريدة المصرية معلومات ما يعرفهاش ناس كتير عن قنصل الدراما المصرية خالد صالح اتولد خالد صالح في مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة عاش يتيم الأب والأم من وهو لسه صغير درس القانون واتخرج من كلية الحقوق سنة 87 ابتدى عشقه للفن يظهر وقت ما انضم الفرقة مصرح الكلية أثناء دراسته وبعد ما اتخرج اشتغل سواق على تاكسي بعدها سافر الخليج عشان يدور على فرصة عمل مناسبة خالد صالح كان بيحلم يكون عنده مصنع حلويات شرقية وده لأنه كان له تجربة في المجال ده مع أخوه لكن وقتها أخوه رفدوا من المصنع لأنه ما كانش ملتزم بموعيد العمل رجع خالد صالح من الخليج عشان يعمل أدوار كومبرس في المصرح من خلال المعهد العالي للفنون المصرحية وأول دور عمله كان لشخص بيمر في خلفية المصرح أثناء كلام الأبطال من غير ما يقول ولا كلمة انطلاقة خالد صالح الحقيقية كانت في فيلم جمال عبد الناصر سنة 96 وده لما جسد فيه دور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق صلاح نصر بعدها شارك في أول مسلسل له سنة 99 وهو مسلسل أم كلثوم واللي جسد فيه دور مأمون الشناوي بعدها عمل الأداء الصوتي في النسخة المدبلجة من فيلم الكرتون الشهير نيمو واللي أخد جيزة أوسكار لأفضل فيلم صور متحركة سنة 2003 ومن بعدها قدر خالد صالح أنه يقطاحم عالم الفن من أوسع أبوابه وقدر خلال 17 سنة أنه يقدم عدد من الأعمال اللي هتفضل محفورة في أذهان محبي على مر العصور في ليلة 25 سبتمبر 2014 رحل القنصل عن عالمنا في هدوء تام بعد ما خضع لجراحة قلب مفتوح مستعجلة واتدهورت حالته الصحية بعدها بشكل كبير وقتها طرق الموت على بابه هو نايم مستأدنا بالرحيل فاستجاب له ورحل للبحث عن عالم أفضل متمنيا أن يجد هناك السعادة والهدوء والراحة الأبدية